في سيرة عطرة عقد من الدرري تحكي جواهره عن طيب الأثري طيف من الذكرى من الذكرى طيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبات لتضيئك القمر في سيرة عطرة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ذكرياتي والذي نستكمل فيه الحوار مع صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالنحسن التركي المستشار في الديوان الملكي حياكم الله معنا الشيخ الله يبارك فيك ويسلمك دكتور كان لنا حديث في الحلقات الماضية يعني علاقتكم بعض العلماء وطلبة العلم لكن لو بدأنا بالتجربة العلمية المعالي الدكتور عبدالله التركي بداية طلبكم العلم وبداية التحاكم بالحلقات العلمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشكر لك يا أخي عبدالله جهدك ولقناة المجد اهتمامها وجهودها وطبعا هذا موضوع مرتبط بنشأة الإنسان والبيئة التي نشأ فيها والمجتمع في ذلك الوقت وقد أشرت إليه في بعض الحلقات أن مجتمع المملكة العربية السعودية والحمد لله منذ توحيد الملك عبداليز رحمه الله لها مجتمع نادر ومتميز لا تجد في أي مجتمع من المجتمعات العربية والإسلامية ولذلك تجد حتى الترابط الأسري رغم انتماء الإنسان لأسرته ولقبيلته ولبلده لكن فوق هذا كله الجانب الشرعي فوق هذا كله التعاون في المصلحة العامة فوق ذلك كله طاعة ولي الأمر والاهتمام بالقضايا التي تسهم في تنمية المجتمع نحن نشأنا في بيئة والحمد لله متميزة في الجانب الأخلاقي في الجانب الديني في الاهتمام بالجانب الديني في مكانة العلماء وتقدير العلماء طبعا كما ذكرت سابقا الدراسة الابتدائية في مدرسة حلمة ثم بعد ذلك في المعاهد العلمي في المجمعه والمعاهد العلمية في ذلك الوقت اعتبر محظا للعلماء ولطلاب العلم ونعم كان سابقا بعض المشايخ أذكره المجمعه قبل المعاهد العلمي كان الشيخ عبدالله العنقي رحمه الله يعني شخصية متميزة ليس فقط في المجمعه وسدير بل في المملكة العربية السعودية في شكل عام شخصيات متميزة في كان عندنا في حرمة الشيخ عثمان بن سليمان رحمه الله شخصية أيضا متميزة ثم فيما بعد عبد المحسن الحقيل أيضا شخصية متميزة وكان القاضي أو العالم أو إمام المسجد مرجع للناس ولذلك كنا نحرس كل الحرص على الحضور في الحلقات العلم في المساجد في زيارة المشايخ حينما بدأنا في المعهد كان لدينا مشايخ لهم تميز واضح يدرسون يدرسون كنت أذكر منهم رحمهم الله الشيخ عبدالعيز الربيعة والشيخ عبد المحسن التوجري وطبعا كان مدير المعهد الشيخ عثمان الحقيل رحمه الله وكل هؤلاء شخصيات متميزة في دراستها وشارك أيضا في التدريس في المعهد شخصيات أخرى لا يزالون موجودين ولهم خير وجهد مثل الشيخ عبدالله بن منيع والشيخ الأستاذ عبدالعيز بن عبد المنعم درسوا أيضا في المعهد وإن كان ربما إن بعضهم استفيدا منه قبل أن يتخرج من الكلية التي يدرس فيها كانوا يدرس وهو طالب؟ نعم كانت الكليات أو إدارة الكليات تأخذ بعض الشخصيات المتميزة قبل أن تتخرج لتدرس في المعهد العلمية أذكر أنا مثلا شيء ربما يستغرب كان نمدر التدريس في الفقه في كتب صغيرة مثل زاد المستقنع يعني متن نعم لكن نحن نرجع لشروحه بل حتى أنا أذكر في السنة الأخيرة في المعهد العلمي كنت أقرأ في كتاب المغني وكتاب المغني أهم وأبرز كتب الحنابلة في المجال الفقهي كنت أقرأ على مجموعة من أهل البلد في جلسات بعد المغرب وأحيانا بعد العصر في كتب كبيرة مثل البداية والنهاية ابن كثير مثل تفسير ابن كثير وهذه كتب كبيرة نعم طبعا يستمعون إليها لا يناقشون في المناقشات التي تتعلق بصحة الحديث أو عدم صحة الحديث أو المراجع لأن هذه يبحثها الناس المتخصصون لكنهم يستفيدون بشكل عام ولذلك البيئة التي نشأنا فيها لا شك أنها بيئة متميزة حينما انتقات الرياض طبعا الرياض عاصمة المملكة وكبار العلماء فيها كنا نحضر حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حلقات الشيخ عبد العيز بن باج رحمه الله وغيرهما من العلماء بل حتى في الكلية الشريعة التي التحقت فيها في عام 1380 كان الشيخ عبد العيز بن باج رحمه الله يدرس فيها كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يدرسنا كان الشيخ عطي السالم رحمه الله يدرسنا كان الشيخ عبد الرزاق عهبي وهو من العلماء المتميزي رحمه الله يدرسنا كل هؤلاء لا شك أن الإنسان يتأثر بهم كميل لكن دكتور عفوا في المجمعة وش آلية الدراسة في المسجد أو في دور أخرى كيف طريقتكم خارج الدراسة النظامية هي الطريقة المعتادة يعني تجد مثلا القاضي أو إمام المسجد يلقي مثلا درس بعد صلاة العصر هو أحيانا بعد صلاة المغرب ويجتمع الطلاب حوله يستمعون إما أن أحد الطلاب يقرأ في كتابه ويعلق على الكتاب ويشرح فيه وإما أن يتكلم مباشرة فيه ولا شك أن هناك ليست مصادر ثقافية واسعة فالإنسان حينما يلتقي بهذا العالم بهذا القاضي بهذا الشخص إمام المسجد ويستمع إليه ما يتكلم عنه في الجانب الشرعي في الجانب التاريخي لا شك أنه يربطه بتاريخ المسلمين بتراث المسلمين بما كان عليه السلف الأول أنا ذكرت في إحدى الحلقات أن لدينا مخطوطة بخط اليد لجدنا عبد الرحمن رحمه الله عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالرهاب كتبه من أوله إلى آخره بخطه نقلا نقلا نعم لأنه كان يأتي إلى الرياض ويدرس على بعض المشايخ وكتبه وكثير من الطلاب العلم أو من المهتم بالجانب العلم يعتمدون على الخطوط ما فيه مطبوعات ولا فيه إلا نادرة نادرة الكتب لكن دكتور عفوا هل هناك مثلا طريقة أنك لازم تحفظ القرآن أولا تحفظ مثلا السنة كذا ولا أي طالب يدرس القرآن يبدأ الإنسان فيه في الكتاتيب ونحن طبعا بدأنا في حفظ القرآن في الكتاتيب والكتاتيب معروفة أنه يركز فيها المسؤول عنها يركز أولا على حفظ القرآن وقراءة القرآن بداية وكلما تقدم الطالب توسع في الجوانب أيضا الشرعية فيما يتعلق ببعض كتب العقيدة الأساسية في بعض الجوانب الفقهية الأساسية للإنسان بحيث أن الطالب من الكتاب يأخذ المادة العلمية التي يحتاج إليها في حياته وفي عمله وطبعا لما بدأت المدارس النظامية كانت هناك مواد شرعية مواد عربية مواد اجتماعية وطبعا جاء أيضا أساتذة من خارج المملكة وبخاصة من مصر ولا شك أن هؤلاء الذين يأتون من بلد آخر يأتون ولديهم ثقافة أخرى قد تزيد عن بعض مثلا عن ثقافة في المملكة العربية السعودية وخاصة في الأمور الأخرى غير الشرعية وغير العربية تقدم العلمي بحكم الأزهر وغيره نعم الأزهر وغيره كل مشايخ أو أساتذة كلية الشريعة واللغة العربية والمعاهد العلمية كلهم من الأزهر وكانوا شخصيات كبيرة بارزة دكتور عبدالله كنت تكتبون بالقلم مع الأستاذ مع الشيخ في ذلك الوقت هو تختلف من إنسان إلى إنسان يعني حينما يكون الأستاذ يدرس وخاصة إذا كان في المتن نعم وتحدث بتوسع خارج عن هذا المتن والطالب ليست لديه مصادر ومراجع علمية حينما ينتهي الدرس يرجع إليها يعلق على الكتاب الذي لديه يعلق عليه ربما أحيانا بعدما يخرج الأستاذ من الدرس يتبعه ويقرأ عليه ما كتب في هذا ولذلك يعني الشيء المهم في الجانب العلمي في ذلك الوقت أن الطالب متفرغ للدراسة ويعطيها أولوية بل يعني من النكة العجيبة يعني للإنسان أنا أذكر أثناء الاختبارات في سنة من السنوات أكثر من سنة أحيانا هو الإنسان نائم يرى رؤيا تتعلق بالمادة التي درسها لشدة الاهتمام نعم وبالموضوع وأكثر أذكر أكثر من مرة يعني أرى في المنام فإذا ذهبت للاختبارات وإذا الأسئلة في الاختبارات التي رأيتها في المنام سبحان الله نعم ما شاء الله يعني الإنسان يعني الاهتمام بالجانب العلمي بالجانب الشرعي بالمتون كنا نحفظها نحفظها حفظ كامل يعني عن ظهر قلب والآن يعني يعني بعض الناس يعني لا يحفظون الأشياء الأساسية مع العلم أن المتون والأمور الأساسية ينبغي للناس أن يحفظونها زملات تلك المرحلة تذكرهم يا دكتور عبدالله والله يذكرهم عدد كثير لكن من أبرزهم طبعا الدكتور محمد الرشيد رحمه الله اللي كان وزير تعليم كان معنا في نفس الصف الأستاذ بدر الحقيل أيضا شخصية متميزة وكان معنا في نفس الصف كنت أنا والأخ عبدالله العبدالجبار بجوار بعض يعني زملاء وهناك زملاء آخرين طبعا في الدراسة هناك زملاء تقدموا قبلنا وناس بعدنا يعني كان المعهد العلمي في المجمعة هو جامع للشخصيات المتميزة ليس في المجمعة فقط بل حتى في قرى ومدن سدير الأخرى الحصر على الكتاب كان سهل؟ ما كان يندر يعني الكتاب في المقرر يوزع من قبل المعهد يسلم لكل طالب الكتاب المطلوب إنما إذا كان الطالب له صلة بعلماء أو حتى يذهب إلى الرياض في أثناء الإجازات أو له بعض الأقالب والأصدقاء في الرياض تجده يحصل على كتب لا يجدها الآخر ولا يتمكن منها لذلك ينظر أن تجد عند طالب العلم بل حتى عند الأستاذ في بيته يعني قد لا يجد خمسة كتب أو ستة كتب ما في مكتبة ليس هناك مكتبات وكتب يعني يمكن توجد كتب نادرة عند العلماء الكبار مثل ما قلت لك مثل الشيخ العنقي رحمه الله أو غيره هؤلاء طبعا لأنهم لهم فترة طويلة في القضاء وفي التعليم ومروا بتجربة طويلة لديهم العديد من الكتب نعم متى قدمت لي الرياض وبدأت رحلة طلب العلم أنا انتهيت من المعهد العلمي في عام تسعة وسبعين الف وثلاثمائة وتسعة وسبعين في عام ثمانين كنت في السنة الأولى في كلية الشريعة في الرياض وطبعا وجودي في الرياض أثر تأثير كبير على الجانب العلمي والثقافي لأني بمجرد طبعا ما التحقت بكلية الشريعة هناك أساتذة جدد طبعا في الرياض علماء كبار لهم حلقات في المساجد كما قلت الشيخ محمد بن مراهيم رحمه الله الشيخ عبداللطيف بن مراهيم رحمه الله نعم كنت أحضر الحلقات أنا أذكر في مسجد الشيخ محمد بن مراهيم الأساسي الذي قريب بيته كان له دروس يومية كنا نحضر دروسه بل حتى أحيانا نحضر بعض الجلسات له في بيته يأتي ويأتي بعض الطلاب يسألونه ويعلق رحمه الله على الأسئلة ويجيب عليها وكثير من الحاضرين يستفيدون منه ويعرف طلابه ولا لا في الغالب أنه يعرف الطلاب الحاضرين الطلاب المتابعين باستمرار يعرفهم لكن قد يأتي إنسان يريد أن يسأل أو يستفيد وهو لا يعرفه نعم الشيخ عبداللطيف بن مراهيم رحمه الله أيضا له سكن في نفس الحي الموجود في دخنا أخو الشيخ أخو الشيخ كان هو نائبه أو يعني المسؤول عنه في الكليات والمعاهد العلمية كان تولى طبعا نيابة المفتي في رئاسة الكليات والمعاهد قبل أن تتحول إلى جامعة كان رحمه الله عنده مجلس كبير في بيته وله جلسة أسبوعية يلقي فيها درس في الفرائض مادة صعبة يعني هذه مادة الفرائض طبعا تحتاج إلى قدرة حسابية وقدرة عقلية فكنت أحضر أيضا دروسه ولا شك أن الإنسان يستفيد منها يعني أنا أذكر رحمه الله أن أذكر في مجلسه ما لا يقل عن 30 قد يصل 40 شخص فيلقي على كل واحد مسألة من مسائل الفراظ فلان توفي وخلف كذا وكذا وكذا ويذكرها ثم يأتي الثاني بمسألة أخرى غير هذه وكل طالب يحفظ مسألته وبعد أن ينتهي منهم يعيد السؤال ليطلب منهم الإجابة كان كفيف هو كفيف لا لا مبصر مبصر رحمه الله الكفيف الشيخ محمد فإذا أخطأ إما أن يصحح له وإما أن يطرح المسألة أيضا على الطلاب حتى يصحح أحد منهم الإجابة عليه طبعا كان الناس كل واحد حديث كل الحرص على الاستفادة سواء ما يحفظ في ذهنها أو ما يسجلها أيضا بقلمة طيب تعامل العلماء المشايخ هؤلاء مع الطلاب يعني كيف كان تعامل لهم هل كانوا شادين عليهم ليحفظوا أو كان فيه فعلين في التعامل طبعا هم يختلفون لكن المنطلق العام للمشايخ أن الشيخ يحرص كل الحرص على أن الناحية الشرعية بأدلتها وأصولها تصل إلى هذا الطالب وأن يستفيد الطلاب مما لديه طبعا بعض المشايخ من الشيخ أبدايز بن باز رحمه الله له تميز أيضا في ساعة الأفق بحيث أنه يعني يناقش القضايا ويبحثها وأحيانا يسأل بعض الطلاب أذكر الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حينما كان وهو أيضا من المشايخ الكبار الذين كنا نستفيد منهم كان طبعا سبقا نشتغل في القضاء في المجمعة ولذلك والدي رحمه الله وأسرتنا وأقاربنا هناك عرفونه ويدركون مكانته المتميزة فحينما يأتي وهو يدرسنا في المعهد العالي للقضاء يلقي المسألة على الطلاب ويسأل كل طالب عن رأيه فيها منهم من يجيب إجابة صحيحة منهم من يجيب إجابة مختصرة منهم من يتوسع في كذا وطبعا هذا الكلام الجميع يستفيدون منه ولذلك بعد ما ينتهي الطلاب من إجاباتهم يؤكد رحمه الله على الجانب الصحيح على التميز في هذا الطالب التميز في الثاني إلى آخر يليد فيك كانت أجهزة تسجيل حتى تسجل هالمواقف للمشايخ ما كان فيه لا ما كان فيه تسجيل طيب منهجية التدريس عند المشايخ تختلف مثلا الشيخ بن حميد الشيخ بن باز الشيخ عبداللطيف الشيخ بن إبراهيم كل عالم له منهجية في التعليم في الشرح المتابعة يعني كل إنسان ما في الشيخ قد تكون لديه ميزة تختلف عن الآخر لكن في المجموع هو التركيز على الرأي الصحيح الرأي الراجح على الأدلة من كتاب الله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما قال العلماء في هذا الموضوع يعني خذ مثلا يعني هم يقلدون ويتبعون العلماء الكبار مثل مثلا ابن قدامة في المغني حينما يأتي يذكر المسألة يذكر الآراء فيها رأي الحنابلة علماء الحنابلة علماء الشافعية علماء المالكية مختلف الحنفية إلى آخر وأخيرا يقول ولنا ويذكر أدلة تثبت أن رأيه هو الرأي الراجح أو الرأي الصحيح يقول هذا رأي كذا نعم قد يختلف عن رأي الشيخ في الكتاب نعم قد يحصل خلاف في هذا الأمر لكن المهم المنهج أن الإنسان وهو يناقش هذه القضية الشرعية يحرص كل الحرص على الرأي الراجح الذي يستند إلى دليل من كتاب الله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يستند على إجماع قال به العلماء السابقون وإذا كانت القضية خلافية فطبعا يكون فيها مناقشة أنا أذكر الشيخ ابدايز بن باز رحمه الله دائما في بعض الموضوعات يقول هذه مسألة تحتاج إلى بحث تحتاج إلى نظر ابحثوها أنا سأبحثها سأعيد النظر فيها وأحيانا أيضا يقول العالم أن لم تتضح الصورة لديه وهذا منهج علماء السلف منذ القدم الإمام مالك رحمه الله في قصة مشهورة عنه سؤل أربعين مسألة فأجاب عن ثلاثة وأربع وترك الباقي قال لا أدري فقال له أحد الحاضرين لا تدري وأنت الإمام مالك قال اذهب وأخبر من ورائك بأن الإمام مالك لا يدري هذا حكم شرعي أنت تتكلم عن حكم من أحكام الله لأن هذا الحكم الأصل أساسه هو الوحي أساسه هو ما ثبت في القرآن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يتصل باللغة العربية لابد أن يكون العالم لديه معرفة قوية باللغة العربية نعم لأنها نزل بها القرآن والسنة هي طبعا باللغة العربية وبالتالي لابد أن يكون لديه مقدرة على الفهم في اللغة العربية نعم دكتور عبدالله تذكر كم عد الحلقات لما قدمت الرياض كم حلقة علمية في الرياض تذكرونها؟ والله لا أذكرها بالضبط لكنها طبعا الحلق المشهورة هي حلق الشيخ محمد بن براهيم الشيخ عبداللطيف بن براهيم رحمه الله الشيخ عبدأيز بن باز طبعا المشايخ الآخرين كان حتى المشايخ الجدد الذين وفدوا إلى الرياض مثل الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأبيين أو الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله كانوا يلقون دروس في نفس المساجد التي تقام فيها الحلق بمعنى يأتي ويلقي درس على شكل محاضرة وعروف أن المحاضرة تتوسع أكثر من القراءة في كتاب صحيح تنقلكم طيب يا دكتور طالب العلم مع الكتب كيف كانت سهورة التنقل بين الحلاق والجامعة أو الدراسة طبعا وسائل النقل في ذلك الوقت محدودة يعني أنا أذكر أن أكون ساكن في شرق حلة القسمان وطبعا كلية الشريعة في تطلع البطحة بين شارع الوزير والبطحة المسافة حوالي ثلاثة كيلو يعني أحيانا يمشي الإنسان على قدميه يذهب ثم فيما بعد جاءت الدراجة هذا اللي يسمى السيكل قد يستعملها الإنسان أحيانا أما مسألة السيارات وسيارات الأجرة فقد تكون محدودة أو قليلة أو قد حتى لا يكون لدى الإنسان قدرة مالية أنه يستأجر هذه الأشياء ولذلك كانت هناك طبعا لا يحس الإنسان بأنها معاناة يتألم بها بل يسر بها يعني يسعى لهدف أساسي وكبير وهو طلب العلم تحصيل العلم أن يحضر للمحاضرة قبل أن يلقي صاحب المحاضرة وكان بعض الأساتذة إذا دخل اللي يلقي المحاضرة منع الطلاب المتأخرين أن يدخلوا عليه فكان هناك دقة وحرص على الوقت خاصة للأستاذ المتميز أما إذا كان المستاذ درجة ثانية أو درجة ثالثة فقد يتأخر بعض الطلاب ويتساهل في هذا شكرا لكم دكتور نستاذك في فاصل دكتور عبد الله ثم إن شاء الله بإذن الله نعم أيها الأخوة فاصلون ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل ابقوا معنا مرحبا بكم مرة أخرى في ذكرياتي مع صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المستشار في الديوان الملكي حيكم الله معالي الشيخ الله حيك ببارك فيك شكرا دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية الآن علاقتكم بالعلماء وطلب العلم أنا عندي سؤال لدكتور المكتبات هل كانت متوفرة في ذلك الوقت العلمية يعني توجد بعض المكتبات لكن ليست كثيرة نعم وإنما توجد بعض المكتبات وفيها بعض الكتب للبيع طبعا أحيانا لا يستطيع الطالب أن يشتري الكتاب ولكن أنا أذكر طبعا أن كان تابع للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قسم خاص بالكتب كانت يعني كثير من الكتب الأساسية تطبع على نفقة الملكة عبداليز رحمه الله ثم فيما بعد نفقة الملكة من بعده الملك سعود والملك فيصل ومن جاء من بعده تطبع هذه الكتب على نفقتهم وتسلم للشيخ محمد بن إبراهيم ويوزعها على طلاب العلم بالمجان بالمجان نعم ولذلك أحيانا يأتي الإنسان مثلا إلى هذا المكان ويأخذ أحيانا عشرين كتاب ثلاثين كتاب أربعين كتاب هذا طبعا في المراحل تقريبا ليست الأولى يعني بعدها بفترة أما في بداية الدراسة فالكتب محدودة فيما يوزع على الطلاب في المعهد العلمي أو حتى في الكلية حينما التحقنا بالكلية فيما بعد طيب دكتور عبد الله هل كان لك رحلات علمية سواء أنت طالب أو بعد تخرجك طلب علم أو مثلا بحث عن مثلا مخطوطات معينة عن علماء معينين دراسة عنهم هو يعني تقريبا بعد تخرجي من كلية الشريعة في الرياض والتحاقي فيما بعد من المعهد العالي للقضاء كنت أركز أنا على المذهب الحنبري جميل وعلى كتب الحنابلة وأعرف أن هناك بعض المكتبات لأن لدينا بعض الأساتذة وينقلون أن هذه المكتبات فيها الكتب والكتاب الفراني والكتاب مخطوطة مثل المكتبات الظهرية في دمشق ومكتبات أحيانا في القاهرة ومكتبات في بغداد ومكتبات في تركيا طبعا هذا عدى المكتبات أيضا الموجودة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة فكان في رحلاتي لبعض هذه الدول الهدف الأساسي هو الاطلاع على هذه المخطوطات وأذكر زرت المكتبات الظهرية وكان زرت هنا يمكن في عام ربما 83 هجرية كان الأستاذ ناصر الدين الأرباني رحمه الله وهو عالم طبعا متمكن في الحديث ومهتم بالحديث فيما بعد طبعا انتقل ودرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان يعتبر مرجع حتى للموظفين في المكتبة لأنه يتابع المخطوطات بدقة مجرد ما تسأل عن أي كتاب من كتب الحنابلة أو غير كتب الحنابلة رأسا يدلك على المخطوطة فهذا ما في الشك من الأمور التي كانت محل اهتمامي تشتري كتب أو تطلع عليها فقط تطلع على شيء منها وأشياء الضرورية وصورها نأخذها ونصورها التصوير متاح نعم متاح في ذلك الوقت ما في الشك طبعا الأزهر يعتبر أيضا سواء الجامعة أو حتى الجامعة أو المكتبات المرتبطة به لا شك أنها فيها كتب أيضا متميزة القاهرة طبعا كان لها مكانة متميزة في العالم العربي والعالم الإسلامي كثير من المخطوطات نقلت إلى تركيا في عهد الدولة العتمانية وقد تكون أخذت من المدينة أخذت من مكة أخذت من بعض المدن العربية ونقلت إلى إسطنبول أو إلى بعض المدن الأخرى فأيضا الإنسان حينما يذهب يجد كثير من المخطوطات لأحيانا مؤلفين حنابلة وقد يكونوا من نفس البلاد العربية نقلت إلى هناك دكتور عبدالله رحلاتك كانت شخصية أو مثلا الجامعة التي ترسل الطالب لا أكثرها طبعا شخصي ما كان هناك برنامج ابتعاث إلا فيما بعد بعد ما تحولت الكليات إلى جامعة صار هناك مجالات للتواصل مع الجامعات في البلاد العربية والبلاد الإسلامية مع الباحثين مع العلماء مع كذا والمؤتمرات والندوات طبعا تأتي بشخصيات متميزة يستفاد منها لكن في الأساس رحلاتي كانت رحلات شخصية لكن أكملت دراستك بره يا دكتورانت أو كلها في السعودية الدكتوراه طبعا خطها من جامعة الأزهر ذهبت جامعة هو ابتعاث أيضا يعتبر ليس ابتعاث هو الحقيقة كان لدينا أستاذ رحمه الله اسمه عبدالعال عطوة كان يدرسنا في المعهد العالي للقضاء وهو مصري وأيضا متمكن خاصة في جانب الفقه وجانب الأصول وبعد ما حصلت على الماجستير من المعهد العالي للقضاء وليس هنا في ذلك الوقت الدكتوراه في المملكة إطلاقا لا في الرياض ولا في مكة ولا في أماكن أخرى ما جاءت الدكتوراه إلا فيما بعد وكان الطلاب الذين يجدون الحصول على دكتوراه وعلى كذا يسافرون إلى مصر أو إلى غيرها لكن اللغة العربية والعلوم الشرعية في مصر في الدرجة الأولى فأشار علي رحمه الله أني أسجل في الأزهر فقلت له أنا الآن في الرياض مرتبط مرتبط وصعب علي أني أروح قال أنا سأشرف عليك وأنا الآن مقيم في الرياض وبالتالي تصير علاقتك بجامعة الأزهر علاقة بسيطة تسافر لبعض المناسبات أو المناقشات أو حتى البحث في بعض الأمور فبالفعل تم سسجلي في الأزهر وأصبح هو مشرف علي هنا ولذلك يعني ما صار تعارض بين الدراسة وبين العمل وعلوان الدراسة ماذا كان يا دكتور؟ هو اخترتنا أصول مذهب الإمام أحمد وطبعا هذا موضوع أيضا في غاية الأهمية لأن المذهب الحنبلي لا شك أن الناس في حاجة إلى أن يخدموه وأنا ركزت تركيز كبير على كتب الحنابلة فيما بعد يعني الكتاب المغني كتاب الإنصاف الكافي عدد من الكتب الأساسية من كتب الحنابلة الحمد لله تم تحقيقها وطباعتها جميل عفو أن أذكر لكن اهتمامك بمذهب الإمام أحمد والحديث فيه هل وجدت مثلا مصادر هناك الكتب متوفرة في الأزهر في هذا المذهب؟ طبعا هناك كتب لكن كما قلت يمكن الكتب الأكثر موجودة في سوريا نعم وطبعا المملكة فيما بعد صارت هي أيضا مرجع معظم هذه الكتب تم تصويرها وانتقلت إلى مكتبات الجامعات في المملكة جامعة الإمام جامعة أم القرى جامعة أم الك سعود الجامعة الإسلامية في المدينة يعني معظم هذه الكتب في أي دولة من دول العالم تم تصويرها ونقلها إلى مكتبات المملكة العربية السعودية لما كنتنا أيضا في الجامعة لما بدأنا منذ أن تأست الجامعة وكان لدينا هدف أساسي أن نجمع هذا التراث ونصوره ويكون موجود تحت نظر الأساتذة والباحثين ومن أرادا ولما صار لدينا برنامج للدكتوراه والماجستير في العلوم الشرعية والعربية كثير من الكتب تم تحقيقها وصورها موجودة هنا دكتور عبدالله أنت اهتمامك بالتحقيق آلية مثلا هل مثلا مخطوطة وتحققها؟ هو طبعا التحقيق أنا اهتميت به لأني في كلية اللغة العربية كلية اللغة العربية اشتغلت فيها أكثر من ست سنوات وأنا عميد القلية وكان فيها علماء لهم تميز في اللغة العربية وفي التحقيق مثل عبدالخالق عظيمة رحمه الله مثل عبدالفتاح الحلو رحمه الله شخصيات أخرى حتى في الكليات كانت الجامعة عن طريق كلية اللغة تستقدم علماء كبار لهم عناية بالتحقيق من الشيخ محمود شاكر رحمه الله وبالتالي بدأ اهتمامي بالتحقيق منذ ذلك الوقت ولذلك ركزت حتى مكتبة الكليتين الشيخ ابدايز بن محمد رحمه الله كان هو نائب المفتي في رئاسة الكليات والمعاهد أسند إدارتها لي لما كنت عميد الكلية اللغة وأصبحنا أجمع فيها الكثير من المخطوطات والكتب الأساسية لطلاب العلم طبعا هذا كله جعل البيئة والشخصيات التي يلتقي الإنسان بها وربط الناس بتراثهم الأساسي في غاية الأهمية لذلك هذا أعطيتها أنا اهتمام كبير كم عدد الكتب التي كتب الشيخ عبد الله أو حققها خطوطاته والله أنا لا أستطيع الآن أن أحصيها لكن عددها والحمد لله قد يتجاوز 40-50 كتاب لكن الكتاب أحيانا يكون مختصر وأحيانا يكون كبير زي المغني مثلا أجزاء تصل 14 جزء و15 جزء وأنا الآن أيضا في إعادة لتحقيقه والتركيز على أشياء جديدة يستفيد منها طلاب العلم وربما يخرج إن شاء الله قريب لطلاب العلم لأنصاف الشرح الكبير الكافي كثير من كتب الحنابلة ركزت على الاهتمام بها أيضا بالنسبة للتفسير والحمد لله كان هناك اهتمام في تفسير ابن جدير الطبري وهو يعتبر أساس في كتب التفسير أيضا تفسير القرطبي وهو رحمه الله من العلماء المتميزين سواء في المجال اللغوي أو في مجال الأحكام واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم كل هذه والحمد لله كانت محل العناية واتيانبه دكتاب دراء الكتاب الذي تعمل عليه الآن ما هو؟ الآن أنا أركز على كتاب المغني فيما يتعلق بالتراث ولدي كتب أخرى ستصدر إن شاء الله هي جمع لبعض المواد التي كانت طبعت موزعة يعني من أبرزها كتاب عن الملك عبدالعز رحمه الله هذا الكتاب سميته الملك عبدالعزيز أمة في رجل وكان هذا بمناسبة الاحتفال الذي أقيم في المملكة بمناسبة مرور مئة سنة على دخول الملك عبدالعز رحمه الله الرياض نعم كان طبعا اللجنة التي تشرف على هذا البرنامج كله كانت برئاسة خادم الحرامين الشرفين وملك سلمان من عبدالعز حينما كان حفظه الله كان أمير لمنطقة الرياضة وكنت أحد أعضاء هذه اللجنة طبعا استفدنا كثيرا من تجربة من ما لديه من أخبار ما لديه من تاريخ ويعتبر مدرسة في هذا الجانب ولذلك ركزتنا على إصدار كتاب عن الملك عبدالعز رحمه الله حينما أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتمر عن تاريخ الملك عبدالعزيز وهو مؤتمر أيضا دولي متميز أصدرت كتاب عن منهج الملك عبدالعز رحمه الله سميته المنهج القوي من الملك عبدالعزيز ركزت فيه على الطريقة التي سار عليها في هذه الدولة بدءا من تطبيق الشريعة التعاون مع الآخرين الحرص على الاستفادة من كل صاحب قدره ولذلك كان يستفيد من الشخصيات العربية الإسلامية بل حتى العالمية طبعا هذه تجربة متميزة ما في شك من خلفه من أبنائه البررة يستفادوا منها بل حتى من يقرأ ويدرس التاريخ يستفيد منها فجمعت هذين الكتابين في كتاب وسيصدر إن شاء الله قريبا أيضا كنت أصدرتنا كتاب عن الأمن في المملكة العربية السعودية وتميز المملكة في هذا المجال وهو كتيب صغير وأصدرت كتيب آخر صغير عن الإرهاب والتطرف وكيف يواجه ودور المملكة في هذا المجال وسبق أن أصدرت كتاب عن الوسطية في الإسلام وتميز المملكة العربية السعودية في تطبيق الإسلام الوسط المعتدل هذه كلها جمعتها أيضا في كتاب وأنا أشتغل فيها الآن وسيصدر إن شاء الله لعله ما يتأخر إن شاء الله طيب دكتور عبدالله بدايتك في التدريس هل درس أنت في مثلا في حلق علمية أو المساجد أو الجامعة أكيد الجامعة هذه طبعا التدريس النظامي بدأت فيه في معهد المجمع العلمي بدأت مدرس في معهد المجمع وأنا لا أزال أدرس في كلية الشريعة في الرياض كيف جمعت الوقت هذا؟ سبق شرنا أن كانت إدارة الكليات تأخذ بعض الأشخاص لأن في ذلك الوقت كان طبعا صار فيه مشكلة معروفة بين جمال عبد الناصر والمملكة نعم ولذلك صار مجيء الأساتف من مصر أضعف مما سبق نعم فتحتاج المعاهد إلى مدرسين فكانت الإدارة تأخذ بعض الأشخاص وهم يدرسون فدرس في معهد المجمع السنتين ثم بعد ذلك أيضا درست في كلية الشريعة السنة معيد اللي سمنا معيد لا لا تدريسي في كلية الشريعة وأنت تدرس لا بعد التخرج ولكن البداية الأساسية كنت أنا أقرأ في هذه الكتب الشرعية على مجموعة من أهل البلد اللي نشأت فيها يجتمعون بعد صلاة المغرب وأقرأ عليهم في كتب كبيرة مثل الكتاب البداية والنهاية للبن كثير في المسجد في البيوت في البيوت كذلك مثلا كتاب تفسير بن كثير كتاب التوحيد للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فكنا نقرأ عليهم يستمعون وأحيانا يسألون ويكون هناك نقاش وتعليقات طبعا هذا يعطي الإنسان أيضا اهتمام وقدرة حينما أول ما جئت للرياض للدراسة في كلية الشريعة وكانت الإمكانات حتى المادية محدودة ما ليس لدينا إلا مكافأة الكلية يمكن ثلاثمائة ريال أو ثلاثمائة وعشرة أو عشرين ريال فكانت هناك بعض المدارس الليلية تدرس كبار السن وتدفع للمدرسين مكافأات في الشهر مئة ريال رغم أنه يدرس أسبوع كامل وأحيانا في الليلة يمكن يدرس ثلاث حصص أو أربع حصص فكنت أيضا أدرس في هذه المدارسة ماذا درست الله حيك؟ يعني درست طبعا مواد شرعية ومواد تاريخية ومواد عربية وأحيانا حتى كان يعني أدرس بعض الرياضيات وبعض المواد الأخرى درست الرياضيات نعم درست الرياضيات تذكر المدرسة اللي درست فيها؟ هذه كان مدرسة في اسمها الحلل مدرسة الحلل في حلة القسمان كان مديرها اسمها الحلل؟ الظاهر أنها مدرسة الحلل أو قريبة من هذه وكان مديرها أيضا من بلدنا اسمها عبد الرحمن العقيل رحمه الله كان هو مدير المدرسة واستفدت أيضا من هذه التجربة لأنها أفادتني حينما ذهبت للتدريس في المعهد العلمي في المجمعة نعم دكتور أنت وأنت مدرس سواء في المعهد العلمي في المجمعة أو في كل الشريعة طريقتك في التدريس مع الطلاب الناس يقولون الدكتور عبدالله الشديد في تدريسه لا التدريس يختلف عن الإدارة لكن أنا الذي كان يهمني وقد استفدته من شيخي وأستاذي الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله هو التركيز على الجانب العملي وأذكر أنا درس كيف تعمل عملي؟ في تطبيقات عملي نعم أحيانا بعض الكتب يكون صفحات كثيرة في أمور نظرية ما هي على الواقع ما يحتاج لها فهذه لا فائدة لها بل كنت المقرر كان بعض المدرسين ما يدرس من المقرر على الطلاب في السنة إلا الربع أو الثلث ما يستغرق كاملا فكنت استعملت طريقة في سنة من السنوات وأنا أدرس في أصول الفقه أخذت الكتاب وقسمت الثلاثة أقسام قسم قلت للطلاب أدرسوه في دراسة خاصة وأنتم في بيوتكم وأي إنسان عنده ملاحظة أو استفسار يأتي ويعرضها وناقشها شميل ولا داعي أننا نقرأ الكتاب كله شميل والثلث الآخر أطلب من الطلاب المتميزين أن يلقوا المحاضرة فيه وأنا حاضر في كذا رائع وأستمع إليهم ومناقشة الطلاب لهم ويأتي تعليقي واعتراضي وملاحظتي ويستفيد الطلاب من المنهج ممتاز القسم الثالث كنت ألقي محاضرات جميل دكتور عبدالله هذا يسمونها الآن التعلم النشط الآن في استراتيجية التدريس الآن في سواء نزارة التعليم أو غيرها يسمونها استراتيجية التدريس وتعتبر طريقة ناجحة وأنت استخدمتها يعني في ذلك الزمن أن الطلاب هم اللي يشرحون هو الأصل أن الأستاذ يبحث عن الوسائل التي تجذب الطلاب للمادة وتجعل الطالب أيضا يحس بأن هو مبدع في هذا المجال أما كونك تلقي الدرس عليه فقط دون أن يستفاد من قدراته ومواهبه أحيانا بعض الطلاب يكون متميز أكثر من المدرس يكون الطالب أكثر ذكاء وأكثر مراجعة وأكثر بحث من الأستاذ صحيح يعني لا يعني أن الأستاذ أفضل مئة في المئة من كل الطلاب جميل تذكر طلابك يا دكتور أو بعض طلابك المتميز وغير يعني تذكر طلابك؟ والله يعني الطلاب كثيرين وربما أن الذاكرة يعني لا تسعف لكن إذا رأي تحد منهم وحيلا أذكره لكني أذكر طلاب متميزين لما كنت عميد كلية اللواة العربية يعني من أبرز هؤلاء الطلاب في الكلية الدكتور علي النملة الدكتور علي النملة كان متميز وهو من درس في أمريكا بعد التخرج من كلية اللواة العربية وتخصص في الجوانب الاجتماعية له تجربة طويلة في التدريس والبحث تولى طبعا وزارة العمل أيضا فترة معينة منهم أيضا الدكتور إبراهيم وبعابات وهو أيضا يعني له اهتمام وعناية في اللغة العربية قام بتولم مسؤوليات كبيرة منهم الدكتور صالح العايد أيضا كان هو الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي كان يرأس الأمير سلطان رحمه الله حينما أسس وهؤلاء طبعا الطلاب يعتز الإنسان بهم ويسر كثيرا حينما يراهم ويرى إنتاجهم وطبعا أنا لا أقول أن كل طلاب جامعة الإمام تلامذ أهلي لكن الحمد لله إن الإنسان كان يتابع الطلاب المتميزين وأنا أذكر قصص في اختيار المعيدين جميل ما هي دكتور يعني حينما نختار المعيد يعني لا نقتصر فقط على ترشيح الكلية ولكن نقابله ونسأله بعض الأسئلة وأحيانا يكلف بعض الأعمال قبل أن يختار للإعادة هل هو ناجح أو غير ناجح فلأن الإعادة ليست من الأمور السهلة الإعادة ستنقل هذا الطالب إلى أن يكون محيد ثم يتولى التدريس في هذه الكلية قد يكون رئيس قسم قد يكون عميد كلية قد يتولى مسؤولية أخرى أكبر ولذلك لا بد من الاختيار الدقيق جميل جميل دكتور أذنتنا نتوقف عند هذه الرحلة وهذه المرحلة من تجربتكم العلمية على أن نستكمل بإذن الله عز وجل حوارنا لتجربتكم الإدارية نستاذنكم الله حيك نارك الله فيك أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر صاحب المعالي لسالة الدكتور عبد الله بن عبدالنسى التركي المستشرف الدوان الملكي عشنا معه هذه التجربة العلمية الجميلة نلتقيكم بحول الله عز وجل في اللقاء القادم دونتم في رعاته بالحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة